بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لو انت مهتم بالحوار الاسلامي المسيحي ومقارنة الاديان والنقد الكتابي فلا بد ان تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الاشعارات بكل حلقاتنا الجديدة وكالعادة الكتاب اللي احنا هنستعرضه النهاردة تقدر تحمله pdf من على المدونة الصفحة الرئيسية للمدونة من فوق المكتبة المكتبة المسيحية نسخ وترجمات الكتاب المقدس والنسخة دي موجودة في اخر صفحة لكن لو انت كتبت هنا ubs هتطلع لك على طول العهد الجديد اليوناني ubs fifth revised edition تضغط على الرابط هنا هيفتح لك الصفحة اللي انت ممكن تحمل منها الكتاب في البداية لازم اقول ان المرجع ده هام جدا ومرجع عالمي بيرجع اليه كل متخصص بيدرس نص العهد الجديد خصوصا لما يكون عايز يرجع للنص باللغة الاصلية اللغة اليونانية طبعا النسخة اللي ما بين ايديه دي fourth revised edition النسخة pdf هي fifth revised edition اللي هي احدث نسخة نقدية قياسية من اصدار ال united bible societies او اتحاد جمعيات الكتاب المقدس في البداية حابب اقول لك لو انت حسيت ان التعامل مع النسخة دي صعب شوية ومحتاج تدريب شوية فده حقيقي ولازم تتعود ان انت تعرف ازاي تستخدم مراجع متقدمة دراسية نقدية زي دي الكتاب ده في الاصل باللغة الانجليزية طبعا متن الكتاب نفسه او نص الكتاب نفسه المتن يوناني والهوامش تقريبا كلها يوناني مع رموز معينة هنتعلم ازاي نفهم الرموز دي كلها لكن اللي انا اقصده ان هذا الكتاب له مقدمات في غاية الاهمية واحيانا بيكون مرفق مع الكتاب قاموس لاهم الفاظ العهد الجديد اليوناني قاموس باللغة الانجليزية الكتاب ده بيبقى له ترجمات مختلفة لكن للأسف الشديد اتحاد الكتاب المقدس في مصر او اي اتحاد كتاب مقدس باللغة العربية ما ترجمش الكتاب ده بالعربي ممكن تلاقيه بالفرنساوي ممكن تلاقيه بالالماني موجود في دار الكتاب المقدس في مصر بالانجليزي لكن للأسف لم تصدر منه نسخة بالعربي بمعنى ان كل المقدمات وكل الشروحات اللي في بداية نص العهد الجديد كلها هنا بالانجليزي لو انت ما تعرفش تقرأ انجليزي يبقى انت في مشكلة كبيرة جدا والمفروض لو انت عاوز تتخصص في النقد الكتابي وفي مقارنة الاديان بشكل عام اول لغة لازم تتعلمها هي اللغة الانجليزية وبشكل عام لو عايز تتعلم اي حاجة مفيدة ونفع في الدنيا دي في الزمن ده دلوقت ولو حد يقدر يتطوع ويترجم كل المقدمات اللي موجودة في هذه النسخة هيكون شيء في غاية الروعة لكن على كل حال تعالوا ننتقل للجريك نيو تاستمت فيفت رفايرز اديشن النسخة البي دي اف ونشوف النسخة دي فيها ايه ونعلق مع بعض شوية شوية واحنا ماشيين اول حاجة الغلاف العنوان the Greek New Testament fifth revised edition with dictionary the standard edition for translators and students with dictionary now thoroughly revised الاصدار الخامس طبعا بينزلوا من النسخ دي اصدارات كثيرة جدا مختلفة لكن هذه هي النسخة العامة اللي بيستخدمها المترجمين وبيستخدمها الدارسين لنص العهد الجديد اليوناني فيه كده خرايط في البداية يعني مش مشكلة وبعدين دي كانت ورقة موجودة في بداية النسخة the Greek New Testament principal manuscripts and versions cited in the textual apparatus the textual apparatus او الاداة النصية هو الهامش النقدي المتخصص اللي بيبين لك الاشكال المختلفة للنص الموجودة في المخطوطات وكل شكل موجود في انه مخطوطات المخطوطات طبعا مش بتتكتب بأساميها كلها زي ما شفنا في نسخة ايزائية الاناجيل الاربعة طبعة الرابطة الكتابية بيحط لك رموز لكل شيء فهنا هو كاتب لك abbreviations اختصارات علشان هو بيقول لك المخطوطة دي رمزها ايه وبعدين المخطوطة دي بتحتوي على انه نص لكن هو مش بيقول لك هنا انه نص تحديدا هو بيقول لك باختصار ايه يعني يوفانجليون اللي هو الجوسبلز فلما هنا يقول لك بي وان بيحتوي على ايه يعني البردية دي فيها مقطع او جزء من الاناجيل الاربعة فهنا ايه معناها اناجيل ايه اعمال الرسل سي معناها الرسائل الكاثوليكية او الرسائل العامة بي معناها رسائل بوليس وار معناها revelations سفر الرؤية وهنا الحروف او الارقام الرومانية بيبين لك القرن فبالتالي هنا عندك بي وان لغاية بي يعني كتير كويس ارقام البرديات ودي من اهم الحاجات اللي انت لازم تفهمها ودي من اهم الرموز بي وان لما نيجي نشير الى اي بردية من برديات العهد الجديد بنكتب حرف بي كابيتل وبعدين فيه سوبرسكريبت يعني رقم مرفوع لفوق من واحد لغاية اخر بردية تم اكتشافها فهنا بي وان بتحتوي على اناجيل بترجع للقرن الثالث بي تو بتحتوي على اناجيل بترجع للقرن السادس ولو انت مش فاهم ازاي تقرأ الارقام الرومانية فيه جدول بيبين لك الارقام الرومانية بتتكتب ازاي لكن على كل حال ببساطة واحد اثنين تلاتة وبعدين فيه عندك خمسة حرف الفي اربعة واحد قبل الفي ستة واحد بعد الفي وبعدين ستة وبعدين سبعة وبعدين تمانية في تريبل اي اكتر عدد من الوحيد هو تلاتة وبعدين عندك اكس رقم عشرة واحد قبل الاكس تسعة واحد بعد الاكس احداشر من اهم البرديات هنا فيه عندك مثلا البردية اتنين وخمسين اللي هي تعتبر اقدم بردية او اقدم مخطوطة يونانية على الاطلاق للعهد الجديد البردية اتنين وخمسين فيها جزء من انجيل يوحنة بترجع لحوالي مية خمسة وعشرين ميلادية وبعدين فيه البردية ستة وستين مثلا بداية القرن الثالث وفيه عندك البردية خمسة وسبعين بداية القرن الثالث وهكذا طبعا الجدول بيستمر لغاية اخر بردية موجودة هنا هي البردية مية سبعة وعشرين بعد كده خلاص العمود ده بيحتوي على برديات هنا بندخل على الماجسكلز او مخطوطات الاحرف الكبيرة لو انت مش فاهم اي حاجة انا بقولها ارجع للفيديو الخاص بمصادر نص العهد الجديد سأضع الرابط اسفل الفيديو ففيه هنا مخطوطات الاحرف الكبيرة اللي هي اهم مصادر نص العهد الجديد المخطوطة الصينائية والمخطوطات الخاصة بالاحرف الكبيرة المشهورة جدا واهمها بتاخد حرف يا اما انجليزي او لاتيني المخطوطة الصينائية هي الوحيدة اللي بتاخد حرف عبري من اهمية هذه المخطوطة فالسينائية بتاخد حرف ألف عبري وبتاخد رقم أوله زيرو فبالتالي مخطوطات الأحرف الكبيرة للإشارة إليها بتاخد رقم بيبتدي بزيرو أو لو هي مشهورة أو بتاخد حرف السينائية هي الوحيدة اللي بتاخد حرف عبري بقى المخطوطات المشهورة إما بتاخد حرف إنجليزي أو لاتيني أو يوناني أيا كان فهنا السينائية فيها العهد الجديد كله من القرن الرابع السكندرية العهد الجديد كله مع أجزاء مفقودة طبعا من القرن الخامس ودول أهم المخطوطات السينائية السكندرية الفاتيكانية والسي دي تقريبا الأفرايمية وبعدين مخطوطة بيزا وهكذا فيه برضو المخطوطة اللي هي حرف W مخطوطة واشنغتون وزي ما قلنا الحرف أو الرقم وده بيحتوي على إيه وبيرجع لسنة كان نلاحظ هنا لما بتيجي تدخل لباقي قوائم مخطوطات الأحرف الكبيرة بتلاقي إن خلاص ما بقاش في حروف بقى في رقم قبليه zero للدلالة على إن دي مخطوطة من مخطوطات الأحرف الكبيرة طبعا عدد مخطوطات الأحرف الكبيرة أكتر بكتير من البرديات بنبتدي ندخل هنا على المناسكلز أو مخطوطات الأحرف الصغيرة مخطوطات الأحرف الصغيرة هي المخطوطات المتأخرة في بعض المخطوطات عبارة عن عائلة عائلة مخطوطات أحرف صغيرة مع بعض فبيبقى مكتوب قبليها F يعني Family العائلة رقم كذا من مخطوطات الأحرف الصغيرة غير كده للإشارة إلى مخطوطات الأحرف الصغيرة بتكتب رقم عادي مش قبليه Zero فهنا بنلاقي المخطوطة رقم واحد فيها أناجيل بترجع للقرن الـ 12 وهكذا لما تيجي تبص كده هتلاقي أن معظم مخطوطات الأحرف الكبيرة مخطوطات متأخرة من القرن التاسع وما بعده بعد مخطوطات الأحرف الصغيرة آخر مصدر من مصادر نص العهد الجديد اليوناني اللي هي الـ or كتابات القراءات الكنسية دي بتاخد حرف L و جنبيها رقم برضو مخطوطات القراءات الكنسية مخطوطات يونانية متأخرة جدا لكن الفرق ما بينها وما بين المخطوطات التانية أن هذه مخطوطات ترتيب النص فيها مش وفق الترتيب الكتابي المعتاد لكن وفق النص كما يتم تلوته في الكنيسة برضو مخطوطات متأخرة هتلاقي المخطوطات يعني أقدمها تقريبا من القرن التاسع الميلادي بعد مخطوطات القراءات الكنسية من المحطوطات النص التاسع الدولي والمتاحة الكنول quarantվ عليهم الترجمات القديمة زي ما قولنا مخطوطات الرقاءات عن الاحتمل الذي لو ان اتخذ نص نص العهد الجديد علي nós المخطوطات اللاتيني Track السوريانية قليلة والمخطوطات السوريانية القديمة وفيه كمان مخطوطات تانية زي الارمينية والجورجية والسلفونية والكلام ده كله بيبدأ اولا بالvergings اللي هي الترجمات القديمة old latin اللاتينية القديمة للاشارة الى المخطوطات اللاتينية القديمة بيتم استخدام اختصار it italia وبعدين فيه superscript حرف او رقم ايا كان فبالتالي ita بيحتوي على انجيل ودي ممكن تلاقي منها حاجات قديمة ولاحظ نقطة في غاية الاهمية رغم ان اصل الترجمات القديمة من القرن الثاني الميلادي الا ان ما فيش مخطوطات latinية قديمة او قبطية قديمة او غيرها بترجع للقرن الثاني الميلادي معظمها من القرن الرابع او القرن الثالث على افضل تقدير وغالبا كل ما كانت المخطوطات اقدم كل ما كانت المخطوطات قليلة النص ومهترئة وما تعرفش تقرأ منها حاجة مفيدة فبالتالي لما يجي حد يستشهد بالترجمات القديمة ما ينفعش يقول الترجمة دي بترجع للقرن الثاني الميلادي لا احنا لينا بالمخطوطة ملناش دعوة باصل الترجمة لان احنا ما نملوكش اصل الترجمة من القرن الثاني احنا لينا بنص المخطوطة اللي بيرجع لقرن متأخر عن القرن الثاني فما يجيش مسيحي يحاول يستغفلك ويقولك النص ده موجود في المخطوطات اللاتينية القديمة والترجمة اللاتينية القديمة بترجع للقرن الثاني المعلومة صحيحة لكنه دلس مش معنى ان اصل الترجمة من القرن الثاني ان نص المخطوطة اللي من القرن الرابع ما زال يحتوي على النص الاصلي للترجمة من القرن الثاني ده من ابطل الباطل وإلا كان من حق المسيح يقول ان انا عندي المخطوطة الصينائية مخطوطة يونانية للعهد الجديد من القرن الرابع والنص اليوناني للعهد الجديد من القرن الاول الميلادي ماينفعش ايش جاب لجاب فهنا برضو لما بنلاحظ التواريخ بنلاقي ان اقدم حاجة هنا القرن الرابع ونادرا ما هتلاقي حاجة قبل القرن الرابع بعد الترجمة اللاتينية القديمة بيدخل على مخطوطات الفولجاتا والفولجاتا ليها حلقات ضمن سلسلة إثبات تحريف الكتاب مقدس النسخة الفولجاتا هي النسخة اللي عملها القديس جيروم في القرن الخامس الميلادي كنسخة قانونية قياسية للكتاب المقدس اللاتيني في الغرب هل احنا عندنا النسخة الاصلية بتاعت الفولجاتا بتاعت جيروم اللي بترجع للقرن الخامس لا ما عندناش لكن عندنا مخطوطات هامة جدا من الفولجاتا اللاتينية بمعنى ان الفولجاتا نفسها معمول عليها نقد نصي والفولجاتا بيتم الاختصار إليها أو الإشارة إليها بVG فبالتالي لما تلاقي ان القراءة دي أو الشكل ده للنص موجود في الVG ده معنى باختصار ان النقد النصي للفولجاتا بيقول ان الشكل ده غالبا كان موجود في النسخة الاصلية للفولجاتا لكن ساعات بتلاقي ان في قراءات متأخرة للفولجاتا ففي عندك الفولجاتا الكليمنتية دي من 1592 من القرن الستاشر الميلادي وفي عندك نسخة ووردزورث من القرن التسعتاشر ونسخة شتوتجرت النقدية للفولجاتا وده نسخة متأخرة جدا يعني بالتالي بحسب رأي النقاد والمتخصصين تجد ان النص فعلا موجود في الفولجاتا بحسب رأي النقاد مع العلم ان احنا ما عندناش الفولجاتا الاصلية فهي الفكرة ان غالبا لما كل مصادر الفولجاتا القيمة القوية تتفق يبقى ده معناه ان غالبا الفولجاتا في الاصل كان فيها كده بتاع الجيروم اللي هي بترجع لسنة كام ما بين الرابع والخامس اللي هم اواخر الرابع وابدايات الخامس بعد كده بندخل على الترجمة اللي بعديها الترجمة السوريانية القديمة بيتم الاشارة اليها بSYR اختصار سيريك في عندك السوريانية السينائية والسوريانية الكوريتونية والسوريانية المش عارف مين البشيطة والفلسطينية والفلوكسينية والهيراكلينية كل دول مكتوب معان اختصاراتهم في مقدمة اخرى هنطلع عليها دلوقت ولما نطلع على المقدمة الاخرى مرة تانية مش هنعيد كل ده سأشير فقط الى النقاط الزيادة اللي في المقدمة التانية ده كان زي ملحق محطوط قبل المقدمات وقبل اي حاجة يعني كان ملحق زايد كده محطوط في قلب الكتاب لاحظ برضو ان الترجمة السوريانية نفس الكلام مهما كانت في الاصل قديمة الا ان النسخ اللي ما بين ايدينا مش بذلك القدم اقدم حاجة السوريانية السينائية من القرن الرابع الميلادي والسوريانية الكوريتونية من القرن الرابع الميلادي وهكذا بندخل بقى بعد كده على الترجمة القبطية ولاحظ ان هذا الترتيب الشواهد الاقوى للشواهد الاقل قوة فبما ان هو بيحط اللاتينية بعد كده السوريانية بعد كده القبطية هو بيعتبر ان القبطية اضعف من اللاتينية الكوبتك بيتم الاختصار او الاشارة اليها بـ COP اختصار كوبتك وبعدين فيه سوبرسكريبت حروف معينة القبطية الصعيدية والقبطية البحيرية وبعدين فيه الفيومية والاخميمية ولا مش عارف مين نسخ واصدارات كثيرة من القبطية اقدم حاجة واقوى حاجة على الاطلاق هي النسخ اللي بترجع للقرن الرابع اللي هي القبطية الصعيدية اقدم وافضل نص قبطي محفوظ فيها تقريبا لعهد الجديد كله وبعدين فيه عندك الفيومية والاخميمية بترجع للقرن الرابع برضو وفيه عندك قبطية تانية من القرن الخامس القبطية البحيرية بترجع للقرن التاسع ولازم تلاحظ النطة دي النص القبطي البحيري او البحيري او ايا كان بيتمطق ازاي ده نص قديم قوي مايجيش واحد مسيحي قبطي يضحك عليك ويقولك ده موجود في النص القبطي اللي هو البحيري او البحيري وبعدين يستغفلك ويقولك اصل القبطي ترجمها من القرن الثاني او الثالث الميلادي نفس الاشتغالة برضو نفس الكلام في السوريانية النصارى الاقباط بيستغفلوا اللي مش عارفين بيجيبوا مخطوطات متأخرة جدا من النص السورياني اللي هي المخطوطة الخابوريوس مخطوطة تقريبا من القرن الـ 12 الميلادي ويجي يقولك اصل النص موجود في الخابوريوس والترجمة السوريانية من القرن الثاني او الثالث الميلادي ايش جاب لجاب مالوش اي علاقة الشغل ده شغل بتعفاكها وبتعبطيخ النقاد الحقيقيين ما بيعملوش كده في بقى ترجمات تانية نقدر نقول عليها ترجمات استئناسية كده نستقنس بيها الارمينية متأخرة جدا الجورجية نوعا ما قديمة في اقدم اصدار له وبعدين الاثيوبية من القرن السادس نوعا ما قديمة وزي ما احنا شايفين اختصار الارمينية اي ار ام واختصار الجورجية جي او واختصار الاثيوبية اي تي اتش في هنا بقى اختصارات اخرى برضو بتكون موجودة في المتن او في الهامش لازم تفهمها كويس قوي ففي هنا النوع ده من الاقواس هو اللي بيتحط فيه التقدير A B C D والتقديرات دي زي ما هنقرأ في المقدمة فيما بعد اختيار النقاد لان هذه النسخة عمل مجموعة من النقاد النقاد لما جم يدرسوا المخطوطات وجدوا ان المخطوطات ما بينها اختلافات كثيرة طيب احنا عايزين نختار ما بين هذه الاشكال الكثيرة الشكل الاقرب والاصح للنص الاصلي طيب احنا لما بنختار شكل معين للنص على حسب صعوبة المشكلة ومش لازم ندخل دلوقتي في مدى صعوبة المشكلة لكن الامر متعلق به هذا الشكل موجود في انه مخطوطات وهذا الشكل موجود في انه مخطوطات ساعات الشواهد قوتها بتتساوى وبتتقارب فبالتالي وقتها الاختيار بيكون اصعب فبالتالي تم استخدام هذه التقييمات للاشارة لمدى يقين الاختيار هل اختيارنا ده احنا متأكدين مية في المية انه هو ده اللي بيمثل اقرب واصح شكل للنص ولا مدى يقننا في اختيارنا اقل بكثير علشان كده حطوا A و B و C و D مفيش طبعا حاجة اسمها يقين مية في المية لكن هو حسب الشواهد اللي ما بين ايدينا فايه معناها احنا متأكدين كويس قوي من اختيارنا B معناها غالبا اختيارنا صح C معناها المشكلة كانت صعبة لكن الادلة بتميل ناحية اختيارنا ودي معناها ان المشكلة صعبة جدا لكن احنا اخترنا هذا الشكل للنص فلو عاوز تدي تقديرات مئوية لهذه التقييمات تقدر تقول ان ايه معناها 85% و B معناها 75% C معناها 65% و D معناها 50% هنا الاقواس المربعة دي معناها ان النص مشكوك فيه والنصوص اللي ما بين قسين مربعين من كل ناحية قسين مربعين من كل ناحية معناها ان احنا متأكدين ان النص ده مش ضمن النص الاصلي لكنه شاهد مهم او نص قديم له نوع من انواع القانونية مش حابب افوت كتير على كل هذه الاختصارات ومعناها لكن مهم ان انت تفوت عليهم او لما تلاقي هذه الاختصارات موجودة في النص او غالبا في الهامش تعرف ترجع لفين علشان تفهم الرمز ده معنا ايه المهم بعد ما خلصنا هذا الملحق ندخل بقى على الكتاب نفسه الضغام الظ Representative باربرا الاند كرت الاند وديمة وفي اغلب الناس دول يا اما proverb تطاعني جدا الكارل ومارتين وبروس ميتزجر بروس ميتزجر وباربرا ألند وكيرت ألند دول اتنين كيرت ألند وباربرا ألند اتنين متجاوزين كيرت ألند مات وبروس ميتزجر مات باربرا ألند يا امه ماتت امه طاعينة جدا في السن مش متابع يعني اخبار الناس دي لكن على اخر عهد ان باربرا ألند لست عايشة المهم يعني ان دول اشهر ناس في العالم كله فيما يخص دراسة نص العهد الجديد اليوناني والنقد النصي والمخطوطات اليونانية وهكذا فهي دي اللجنة اللي وضعت هذا النص ده بقى 5th revised edition prepared by institute for new testament textual research في مونستر في ألمانيا institute for new testament textual research اللي هي مؤسسة دراسة النص النقدي العهد الجديد أين كانت الترجمة هنا بنلاقي الفهرس بيحط لك المقدمات بتاعت أول حاجة لإصدار الخامس بعد كده الأول والتالت والرابع بعد كده بقى المقدمة الدراسية الهامة جدا اللي انت لازم تقراها لأنها بتفهمك نص العهد الجديد في مشاكل قد إيه ومشاكل إصدار نسخة زي دي قد إيه ومدى قوة الشهادات أو المصادر والكلام ده كله بيفهمك الليلة ماشية ازاي وبعدين بيفهمك ازاي تقدر تقرأ نص النسخة النقدية فهنا بيقولك في مشاكل أو في معلومات متعلقة بإصدار هذه النسخة ككل والرسائل الكاثوليكية بشكل عام وبعدين بيتكلم عن النص وبيتكلم عن الأداة النصية وبعدين النص والأداة النصية بيبتدي بقى يقولك إيه التقييمات ومصادر النص وزي الفهرس اللي احنا لسه قريينه بس على أكثر تفصيل بعد كده فيه بقى فهرس للنص نفسه نص العهد الجديد مع الأداة النصية أو الهوامش النقدية وبعدين في الآخر بعد نص العهد الجديد فيه بعض الملاحق فيه هنا عندك الاقتباسات بترتيب العهد القديم وبترتيب العهد الجديد باكتباسات العهد القديم الموجودة في العهد الجديد مرة بترتيب العهد القديم ومرة بترتيب العهد الجديد وبعد كده فيهرس للنصوص تانية وفيهرس للمخطوطات والحاجات اللي تم اقتباسها في الاداة النصية المهم هنفوت على كل الكلام ده واحدة واحدة لكن على كل حال انا عايز اكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو ونعمل فيديو تاني علشان اقدر افوت على كل هذه المقدمات للناس اللي مش عارفة انجليزي وعلق على اهم المعلومات اللي هما بيقولوها فيما يخص دراسة مخطوطات العهد الجديد واصدار مثل هذه النسخة القياسية النقدية لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجابني ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على بيترون ستجد الرابط اسفل الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته